لا شيء غير هذه الحيرة تجعل المواطن تايها بين ميليشيا الحوثي وشرعية لا تملك قرارها هكذا يبدو حال أبناء الحديدة الذين فرضت عليهم الحرب أن نزوح من مدينتهم بحثا عن أماكن صحية وآمنة وفق اللجنة العليا للغاثة فإن مئة أسرة فضلت اللجوء إلى مارب بينما استقرت مئة أسرة في حضر موت ورحلت بعض الأسر إلى مناطق حررة خيرا في الحديدة والخوخة ومنها إلى المهرة وسقطرة بينما نزحت ما يقارب خمسة آلاف أسرة إلى محافظة عدن آلاف الأسر التي نزحت من مدينة الحديدة وجدت نفسها عالقة بين عكز الشرعية في معالجة أوضاعهم المعيشية وتفرج المنظمات الدولية على مأساتهم الإنسانية والكارثية فضلا عن معاناة النازحين العالقين في مداخل عدن بسبب رفض الحزام الأمني التابع للإمارات استقبالهم التطورات السياسية والعسكرية ساهمت في زيادة حالة النزوح فالقرار العسكري الذي اتخذته الإمارات بوقف التقدم العسكري باتجاه الحديدة أتاح لميليشيا الحوثي فرصة لتعزيز قوتها داخل المدينة حيث قامت بإجبار المواطنين على ترك منازلهم من أجل استخدامها في أعمال عسكرية عدم حسم التحالف والشرعية لمعركة الحديدة وعجز المبعوث الأممي على فرض حل سلمي للأزمة جعل نازحي الحديدة يقعون بين خيارين كلاهما مر إما النزوح الإجباري إلى صنعاء حيث فقدان أطفالهم الذين تختطفهم ميليشيا الحوثي أو الهروب إلى مناطق الشرعية حيث خطة طوارئ معلنة وغير فاعلة وعدم قدرة الحكومة على توفير الاستقبال الآمن لهم في عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر